أنا متضيقة خالصية مرمرة سبيني في حالي دلوقتي فيها سكر فيها سكر عالصبح متضيقة ليه كده فيها سكر متضيقة ليه حابب تقولي لي فرحيني احكي لي عملت ايه في أجازة نزل سنة واستمتعتي فيها ازاي وأكيد مبسوطة طوعا علشان الدراسة داخلة صح يا سكر ما تقوليش بقى ما تفكرينيش بقى أنا ملاحقتش أعمل حاجة ولا حتى أتدفت هاتي لبطانية أنا أقول لده كنت ساعة عينة تقوم الدراسة تيجي بالشرع كده ايه يا سكر ايه الكلام ده انتي قعدت تقولي الأجازة تحت البطانية برضو فضلت سقعنا برضو يا سكر لا مش الدنيا كانت بردي بقى حرم عليك يا سكر مش احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا ازاي نبقى نشاط وننسى البرد ونلعب رياضة ونشرب حاجات سخنة مش اتفقنا وانتوا قلت لي اوكي انا هعمل كده هو عادتين يا سكر ايوة ما انا عملت كل ده بس برضو فضلت بردينا يعني سقعتي برضو اعمل ايه وبعدين مش دي المشكلة عندي دلوقتي انا مشكلت دلوقتي ازاي يعملوا دراسة في الشتا ليه ليه يخلوها في الشتا ما يخلوها في السيف ونروح كده وحنا ماشو بردانين لا استني بس علشان انت دخلت حاجات كتير في بعضيها يعني ايه السؤال ده الدراسة في الشتا دي موجودة في كل انحاء العالم الدراسة في الشتا وبانا عايزها في الصيف امه المين يروح المصيب في الصيف ويتفسح في الصيف تجديد ده كده خالص علي يعني حرم عليكي وبعلي انت عالي انت مش فاكرة ان الحلقة اللي فاتت قلتلك في بلاد احنا موجودة يعني تحت التلج وعندها ودرجة حراريتها تحت الصيف البلاد دي عندها مدارس متغطية بالتلج والاطفال بيروحوا المدارس هم مش بردانين ومبسوطين ودرجة الحرارة تحت الصيف ودنيا تلك ايه ده برضو بيروحوا لمدرسة ايوه طبعا بيروحوا لمدرسة طبعا ايه ده مش معقولة لا انا اطالب كل اولياء الامور من موقعي هذا انهم يمتنعوا انهم يودوا اطفالهم لمدرسة علشان الدنيا برض وما ياخدوش برض وما يتعدوش انتي بتطلبي اولياء الامور مش كده ايوه وهعمل جروب اهط في كل اولياء الامور واسميه لا للمدرسة في الشتة علشان ما نتعديش وخلاص كل ده اسم جروب يا سكر ايوه وانتي متخيلة بقى ان اولياء الامور هيسمعوا كلامك وهينفذوا طلبات اللي انتي تلباصة المفروض بقى يسمعوا للكلام علشان هما اكيد بيخافوا على ولادهم وبعدين انا عايزة اعرف هما ليه بيعملوا لمدرسة الصبحة يعني ليه نروح لمدرسة الساعة ستة الصبحة امه نروح ازاي وانت عايزة نروح امتا المدرسة يعني ممكن نروح الساعة عشره بالليل انتي اللي بتقولي ده هتروح لمدرسة عشره بالليل امه اللي بقى يعني هتذكر امتا وتعمليه الهومورك امتا وتروحه من المدرسة امتا ساعة ستة الصبح ايوه هالوة دي هالوة دي يا فارمر لا يا سكر لا انتي بتقولي كلام غلط خالص يا سكر ربنا يا سكر عمل قوانين في الحياة يعني خلق لنا النهار علشان العمل والدراسة والاجتهاد وخلق لنا الليل علشان السكن والهدوء والنوم والراحة انتي بقى عادة اشقالي بالقوانين كلها يا سكر لابا خلص نخليها تمانية بالليل لا ابوص يا سكر بوص يا سكر احنا ولا تمانية بالليل ولا عشر بالليل هيا دراسة عملوها في الشيطة وهنروحها في الشيطة والساعة ستة الصبعة علشان يبقى كلنا نشاط وحيوية واسكوتي خلص بقى وتعاليني نقفل الحلقة دي ولاش الأفكار الرائعة يعني تقوليها لأصحابنا الحلوين لأن أكيد طبعاً كلهم فرحانين جداً جداً أنهم رايحين المدرسة صح؟ يا أحلى حاجة في المدرسة أنا لسا هرجع دراسة وأعمل لهم مركي تاني وأصحاب دوري تاني أنا تابت خالصي مرة مرة تعالي نبوصل لتقل إجابية يا سكر أن أنت هتقابل يا أصحابك الحلوين وأكيد كل الأصحاب والأطفال كلهم فرحانين أنهم رايحين المدرسة إيه دا؟ هم كل الأطفال بيبقوا فرحانين وهما رايحين المدرسة؟ أيوة طبعاً مش هيشوفوا بعضهم لأتي معلومة جديدة علي خالص معرفهاش لا لا المعلومة دي مش جديدة ولا حاجة كل الأطفال بتبقى فرحانة وهي راجع المدرسة ويلا بقى خلاص نقفل الكلام على الموضوع دواً وتعالوا ننسى خالص اللي قالتوا سكر أصحابنا الحلوين أكيد كلكم عملتوش زي ما سكر عملت ونمتوا تحت البطنية أكيد استفدتوا بأجازة نص السنة وعملتوا حاجات مفيدة ولعبتوا واستمتعتوا وريحتوا وركلستوا دماغتوا وأكيد كلنا فرحانين علشان رايحين المدرسة تاني ونرجع لها بكل نشاط وحيوية